الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة قال انه بعتز بالعلاقات التاريخية بين مصر الرومانيا وخاصة انه مرور 115 سنة على انطلاق العلاقات ده يعني بيتزامن زيارة الرئيس الروماني مع مرور 115 سنة ده الصورة للقاء اللي تم النهاردة بين الوفدين الرئيس السيسي والرئيس الروماني زي ما حضراتكم شايفين في هذا الفيديو الرئيس السيسي النهاردة قال برضو في المؤتمر الصحفي انه بعتز بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر رومانيا وبيقول ان اتشرفت بزيارة رومانيا سنة 2019 فأول زيارة لرئيس مصري منذ 15 عام وبما يؤكد حرصنا على دفع وتطوير العلاقات سواء على المستوى الحكومي او الرسمي او على المستوى الشعبي الذين تربطهما اواصل وثيقة تمتد على مدار عقود مرض الرئيس ايضا تحدث ويتناقش مع نظر روماني على العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وكذا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات الرئيس اضاف ايضا بيقول اتفقنا على اهمية العمل على عقد الجولة الرابعة لللجنة المشتركة لتطوير مجمل اوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائي وبما يعكس بشكل ايجابي وبصورة عملية على زيارة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين الرئيس قال كمان اشدنا بينعقاد المؤتمر الاقتصادي لمصر الروماني على هامش الزيارة الحالية وقال كمان الرئيس انه شددته على تقدرنا للدور الروماني المتوازن والبناء سواء على المستوى الاقليمي في منطقة البلقان زي ما قلت لحضراتكم او باعتبارها عضوا في الاتحاد الاوروبيان